في ملاف الانتخابات الرئاسية الأمريكية عودتهم بالذاكرة إلى استحقاق الـ 2008 الذي أوصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض تقرير جونة خول فيما يشبه الرفض الديمقراطي لولاية جمهورية جديدة بعد ولايتي الرئيس الجمهورية السابق جورج بوش استنهض الديمقراطيون كل قدراتهم في حملة عام 2008 سعيا وراء المكتب البيضاوي في البيت الأبيض حملات وبرامج انتخابية ومؤتمرات حزبية لاختيار المرشح الأفضل للرئاسة بين خيارين بارزين شكلا سابقتين في التاريخ الأمريكي إما اختيار رئيس أسود بأصول مسلمة هو باراك أوباما أو اختيار امرأة لقيادة القوى العظمى في العالم هي هيلاري كلينتون فرس الخيار على باراك أوباما في موازات ذلك كان للجمهوريين مرشح من أصحاب السوابق في الحملات الانتخابية هو جون مككين الذي فشل في مواجهة الديناميكية الشابة للمرشح الديمقراطي وفي التصدي للهجمات المتواصلة على حصيلة الولاية الثانية لجورج بوش وفي ظل التقدم الملحوظ للديمقراطيين في الانتخابات النصفية عام 2006 وتطور الرأي العام من مؤيد إلى معارض لتدهور الوضع في العراق لم يفاجئ فوز باراك أوباما في الانتخابات ليصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة أوباما حصل على 365 صوتا من الناخبين الكبار وأكثر من 69 مليون صوت في الاقتراع الشعبي ليكون بذلك الرئيس الأمريكي المنتخب الذي ينال أكبر عدد من الأصوات ترجمة نانسي قنقر